موسيقى يا جماعة من باب المجال التخصص قابلت قضايا كثيرة جدا اعتراض انه عيادة تسوي اشياء غلط عيادة التجميل تحط معرف ايش عيادة اسنان تحطر لك قص معده لكن الخلل دائما يأتي من الايادات حلو صحيح لكن هذه المرة مدري مين اللي طب كان يبغى يروح عيادة اسنان طب عيادة بطنية وبدل ما بيصلح سنة كان بيجي غسيل معده الله العظيم كم النقلة جتني مكتوبة ختمو مسموعة جتني منقولة من عيادة اسنان لغسيل معده كنت أروح لدكتورت الأسنان و كان عندي خوف من طبيبت الأسنان فصار عندي اخلعوا لي الضرس بنج فخلعت الضرس برجعت البيت جتني بغاكل صار عندي نزف فنزفت و سوف أقوم بخياطة الفكرة أين صارت؟ فكرة في أنه أولاً يجبوني يضعوني البنج و أنا الشاي الهم البنج قالت لي الدكتورة شرب المشروب هذا الغسولة فالتفتت الدكتورة عندما تروح و رجعت إلى 3 أو 4 كاس شربته شربت 3 أو 4 كاس الأزرق ويقف 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 و أنا أكمل ويقف قالت لي ويقف 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 وقف ويقف قد هيوزت شربتنا شربت خلصت كيف طلع قلت لي أطلع لا لا أحفظ تحسب ألم قلت له الله ما حسب ألم قلت له أختي تقول لي هذا غسول محقم طبعا أنا شربت من خوف وحتى كنت بي خلصة حل حل اسمعي إذا حسيت بأي ألم بالمعدة أعلمني أبدك على دكتور دكتور البطنية أترى عندي واحد شربت بخر الليل حوسة صارت لي تشتغلت إذا جبت لك الغسول مرة ثانية وانحلت المشكلة كيف أصلا؟ ما انحلت أنا رحت البيت قلتوا الحق المعقم بم كثرت كثرت وكلت فوق الجرح صار عندي نزف فرجعت ثاني مرة ونزف وكرهت بعدها دكتور الأزنام تبريرك أسوأ من الموقف نفسك كثرت وكثرت موقف سامة أزم من موقف قصرا موقف أنا أقل الشي فيه شي حلو الله أعافيك شكرا شكرا شكرا